السلام عليكم مرحبا بكم متتبعات قناة شيف ام ادم سعيد مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نقدم لكم وصفة رائعة جميلة كوجبة عشاء صراحة جميلة وسهلة في 10 دقائق كانت من اناتنا الاعجاب ديالكم ونمرو كمان عذا باش نتعرفوا على المكونات وعلى طريقة ديال التحضير بالنسبة المكونات سوف نحتاج الزوج ديال البيضات هنا يزوج ديال البيضات فقط للاسة الاشخاص من شما يمكن لكم انكم ضعفوا الكيمياء اللي بغيتو اكتر كما قلت لكم وتقدرو كذلك تضبلوها باش تعطيكم كيمياء اكتر هادي كافية للاسة الاشخاص كافية هم هنا غادي نضيف شوية ديال ملحة وشوية ديال الخميرة اليميائية او البيكين بودر او الاخميرة ديال حلوة واحد راس معي فقط باش كتتعاون ديال الوصفة ديالنا باش كتتنفخ لنا اللي بغي يستعنى يستغنى عليها يقدر يستغنى عليها فقط الدور ديالها هو انها حيث كيكون طاحين فهي كتحاول انها تنفخو مايجيش مدقص هنا كنضيف كأس الا ربع ديال الحليب كأس كبير ثم كأس الا ربع ديال الطحين كذلك كأس كبير نخلط المكونات مزيان حتى يتملون جالية الخليط وذلك الطاحين محبب تقدروا تستعملوا كذلك طراب اليدوي ولا طراب الكهربائي يعني اللي بغيتو تقدروا تستعملوا او هكا الفرشات اذا من بعد غادي نضيف عليه الربيع والمعدنوس كما كتشوفوا يكون مقطع شوية غليط ما دلوش ترقيق بزاف خليو غليط باش كيبال لكم في الخبيزة ديالكم وصفة كتشوفنا وجبة عشاء يعني شاملة لكل شي فيها البروتينات فيها الخضيرة فيها كل شي هنا غادي نضيف الجبن الحمر هنا عندي ديال الحمر ديال ايضا اللي لا عنده معه هاد الفرماج حمر هذا تقدر انها تستعمل الموزاريلا فقط ولكن يعني هاد الفرماج حمر كيعتاه واحد البنة جميلة كل الاخوات اللي ما عندهم شمع عدنك هاد الفرماج تقدر تستعمل فقط للموزاريلا او لا تستعمل الفرماج ديال الخبز او لا لياغورد طبيعي او لا القشدة الطارية هادو كل شي اختيارات تقدر انك تستعمل اليوم هناك نخلي وترتاح 1-5 دقائق ونرجعوا باش غادي نطيبوها في مقلاع تكون ما كتلسق كما كتشوف معايا ونديروا لها شوية ديال الزبدة هناك غادي نطيب الزبدة انتم ما تقدروا تطيبو بالزيت أجل العود ولا زيت عادية هنا هنا هنان غادي نضير الزبدة ديال الاكل هي اللي غادي نوضع كندير واحد نصف ملعقة تقريبا نخليها اه كتك تكدوب في المقلاع حتى كتك الدوب كامل وكنا حاول انوزع المقلاع المقلاع كامل اما ب الشيتا ولا غير بدينا هكه عشينا باش ما تصقلي لا نهائيا الخبيز اللي غادي نوضعه كما كتلاحظوا فكنا حاول نحركها ككتدوب الزبدة فقط النار تكون مهيلة اخواتين حاولوا منجهدوش العافية بزاف تكون ناقصة بزاف من بعد غادي ناخد الخاليط وغادي نصبوه في المقلة ديالي كما كتشوفو اللي عندها المقلة اللي ما كتلسقش نهائيا ديال بلا زيت تقدر انها تديرها فما تلسقش لها يعني لنبغتش تدير الزيت إلا بغتش تدير الزيت ولا الزبدة كما كتشوفو غادي نغطيها ونقص عليها البطوة ونخليها باش غادي نعرفوها طابت هي مني غادي نمسوها من الفوق ما غادي نمسوها غادي نقوها شد في راسها بشكل تماما ديال الحرشة كمشتو هنا يوم بعد ما خليتها تقريبا واحد خمسة دقايق فقط ما كتديش طيب زاف تقريبا في عشرة دقايق كتكون حضرتها وصيبتها هنا هي الخبيزة ديالنها هي تحمرات من الأسفل وشاد دفرسها دابا غادي نحاول نقلبها غادي ندير تبصيل باش ما تتهرش ليا مع انها شاد دفرس هو يعني مستحيل انها تهرش ولكن غادي نتفاديا غادي نديرو الطبيسيل وسنقلب فيها هاد الخبيزة وترجعها كالطيب هاد المرة بلا ما نغطيها بلاوالو رجعها كالطيب على الوجه الاخر فقط وطيب ان شاء الله ونقدموها كما كتلاحظوا هنا يعنى بعد ما اه قفيت على الخبيزة فكتجيب هاد الشكل هذا غادي نطفى عنها وتخليوا وكات تبرد واحد شوية على باش غادي نقطعوها انا هنا غادي نقدمها على شكل مطلتات بالنسبة لتقديم أخواتي نقدمها على شكل مربعات كبيرة وبعد المرات على شكل مطلتات بحل المطلتات والبيتزا بعد المرات كذلك نقوم بوصف مغصو صغيرين و نضيف فيها الكوردون و نضيف مع مطلعة و نحن نضيف مع مطلعة الصغيرة و نجعلها كبيرة في تبصيل اضعها لفوق بسلطة خضراء وضعها لفوق و تكليح و متميز بعد ان اكملتها سوف نقوم بسلطة اشتركوا في القناة اخواتي جربوا جربوا و رضعي الخبار سوف تعجبكم اكيد انها سوف تعجبكم سوف نضعها في الاناء تقديم كما تلاحظوا محمرة و غزالة والاهم انها لديه سوف نضعها في الاناء تقديم هذه هي الوصفة اليوم بالنسبة لك انتم مشاهدين الجدود لا تنسوش انكم تشتركوا في القناة اخواتي اللي تفرجوا في الفيديو اضعوا لي تعليق و اذا صغير فهو يشجعني فعفكم لا تنسوش عليها بالتعليق وبالجامل ديالكم وبالبارتاج كذلك بارتاجي الفيديو باش يعمل فائدة للجميع و اتمنى ان هذا الفيديو انتظروني في المزيد من الوصفات ان شاء الله اشتركوا في القناة الحصرية كما تعودتم مني دائما اضعوا لكم في القناة بالنسبة الاخوات والمتسبعات الحيمية فالقناة الريجيم و انا قام مع ناجات سوف يتقوا فيها الفيديوهات الحيمية الوصفات ينصم المщه والوصفات و فلا نقول لكم السلام عليكم و دهمتم في رعاية الله و الى فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم